النهاردة بالمناسبة وأنا هديم بأتفرج على مطشاة الدوري مطشاة الدوري رجعت بارح خلاص وكالعادة كالعادة وإحنا في الجولة السابعة أنا كنت نفسي ما أتكلمش والله يعني عايز أسكت عايز ما أتكلمش عايز أفضل ساكت وأشوف حاجة تانية أنا عندي مطش بكرة في أفريقيا إيه عم إسلام اللي خليك تتكلم على حاجة تخص الحكام في مصر وإنت عندك مطش بكرة في أفريقيا بعيداً عن لجنة الحكام في مصر ولكن مباراً بارح مصري وفارقه أنا مش فارق معايا الموضوع أكتر من أن أنا فارق معايا أن هناك شيء غلط حصل وأنا كرئيس لجنة الحكام بطلع أدافع عن الغلط يا كابتن عصام إيه المشكلة لما حضرتك تسكت ما فيش أي مشكلة أنا عارف أنها قد تكون فيها جانب أخلاقي بما أنك رئيس لجنة الحكام أن أنت تدافع عن الكابتن محمود البنة علشان الخطأ ده ممكن جداً يؤثر عليه في موضوع كأس الأمم الأفريقية أن هو يبقى موجود في كأس الأمم الأفريقية لأن تم اختياره كل الكلام ده كلام حلو وجميل طب ما تسكت يا كابتن عصام ليه حضرتك؟ والله أنا كابتن عصام ده يا جماعة بحبه جداً كابتن عصام عبد الفتاح أنا بحبه كشخص يعني كشخص وأنا عارف أنه مستحمل كتير وعنده حاجات كتيرة جداً وكل حاجة ولكن في حاجات بتحصل الحقيقة غريبة جداً غريبة جداً جداً ما تسكت يا كابتن عصام هيحصل ليه لما حدرك تسكت والدنيا تعدي والأمور تعدي وكلنا نقف خلف الكابتن محمود البنة وما عندناش مشكلة إن هو يا رب يحكم نهاي كأس لا طبعاً نتمنى منتخبنا اللي يروح يصل إلى نهاي كأس الأمم الأفريقية ولكن يعني ليه ليه يا كابتن عصام بتدخل الموضوع كله وإن أنا طلع ده وقول لا ما حصلش ما تسيب الدنيا ماشي نحن لسه في الجولة السبعة يا كابتن عصام وعندك فرقه بيطالب بعد أن ما تشفكرين ولا مش فكرين فكرين إن أنا لما قلت لحضراتكم إن المادة اللي تحطت في ليحة الأندية إن أي حكم إن أي نادي من حقه نوع عيد المباراة إذا أطلع الحكم وقال إن أنا أخطأت فكرين النهار ده بيحصل الكلام اللي أنا قلت قلت لكم حيحصل مشاكل وحيحصل 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 جولة السبعة وقابليها بالمناسبة الناس بتطالب كذا حاجة المحل النهار ده بيحتاج على حكم مباراته أمام البنك الأهلي إمبارح أيضا المصري وفارقه وكابتن محمود البنة على رغم كابتن محمود البنة ده واحد من أفضل الحكام هل ده معناه هل ده معناه إن أنا بكره كابتن محمود البنة أو بكره كابتن عصام عبد الفتاح والله العظيم حضراتكم مش متخيلين أنا بحب الأشخاص دي إزاي الأشخاص دي إزاي كابتن محمود البنة رجل محترم بمعنى الكلمة في كل شيء ولكن أنا بنتقد أداء أداء بنتقد أداء الكابتن عصام عبد الفتاح كابتن ما تسكت وخلي الموضوع يعدي هتقول لي أسلام خليك في أفريقيا طب ما قول أهلي هيرجع يلعب في الدوري وحيلعب مطشين بعد كم يوم هيلعب مع فيوتشر وهيلعب مع مباراة تانية يوم تلاتين أمام بيرامدز طب يعني إيه الموضوع هفضل ساكت حاضر حسكت حسكت يا جماعة يعني مش عارف أفضل ساكت إزاي وده بيحصل راكل الجزاء النهاردة في مباراة الزمال المفروض أنها والمقاولين المفروض أنها لقيت مصر كلها يا جماعة واحدة زيها بالضبط بالضبط قبل كده بيتقال عليها مش راكل الجزاء حاجات يعني الواحد واضحة جدا للجميع وبنتكلم فيها كابتن عصام من فضلك يا كابتن عصام عايزين التحكيم يكون عادل عادل لكل الفرق للتمنتاشر فريق للتمنتاشر فريق لو سمحت يا كابتن عصام بنحبك وبنحترمك وبنجلك وكل حاجة كويسة ولكن حضرتك بتقول حاجات تخلينا لازم نتكلم في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر